يعني ده تشبيه يتماشى مع الحالة الاقتصادية ان سويسرا بلد البنوك وبلد الاقتصاد لكن يعني انا اعرف انه النشأة كانت في زيوريخ هل لمس انه نشاط الجالية الاسلامية في التعريف بالثقافة الاسلامية كان نشاطا كبيرا في زيوريخ قياسا الى المدن الاخرى في سويسرا هل دست أن تداخل عغ測يا ك Chapتري再خفة في السابقات كبيرا في الجديدة pastelين لاuxة فلسول احobeيخ الغدFORE هل بانطار مستحيقات افلونا من الاسلام هل ما نشاط الجديدة هم بالتع PS见ه ونحن المتجم بشهد الاسلام المتجم والدية والدن جمBLين والمتجم التيشتها في قبلية ايكثر ولكن نحن هذا النقرح أن هناك عقق 80% من الناس قال أنهم السلسة أنهم لا يزال لها أنهم المتجم والإنثال وإن الله هو مرتجم أقفع وإنهم مرتجم من 3 إسم från اسلام ولكنه يتحدث عن إسم المتجم المستجم إما هم في السيطين والسبعين أو هم شباب صغير وفي الغالب بيكونوا بعيد عن الإسلام. يشربون الالكحول يتجون إلى المراكس يتجون إلى التجهات ليس لها معنى أو ارتباط مع الإسلام. لذلك الإسلام ليس لها وهاوية بالنسبة للدور الأوروبية. الإسلام الحقيقي. لا. إنه لديه. لكن الأمر هو أن أنت تخبص ، كأم تصبحوا بالطبع تغيير. ويعتبر أن الناس بحضورًا تستخدم الكثير منعواب ستجون إلى إسلام. لكن الأمر هناك لو أصبح أشخاص أماكن منعواب ستجون إلى ، أول ماويه في العمل ليس لديه أي في السيطين. لكن الأعشر التجوّم من النابور لا يشاهدة الأمرróż د LOOK. لا يتحب قليلا من بعض الأشياء لا يشاهد. الأعشر الدورية هي هي فهمها كذلك. ولكن لا تحب قليلا. النوعية الجادة من المسلمين المعتدلة سيكون صعب لأن الكل بيقول إحنا مسلم لكن لو بحثت في داخل كل واحد ستجده لا يطبق الإسلام بالمعنى الصحيح أو لا يفهم الإسلام بالمعنى الصحيح طب دا يقودني إلى مسألة هو بدأ الآن يدلي بشهادته حول أوضاع الدعوة الإسلامية في سويسرا بمدنها المختلفة لكن أنا أود أن أقول شيئا مع إشاراته الآن إلى ضعف النشاط الدعوي أو حتى سلوكيات المسلمين المعيبة أحيانا في المهجر لكن عدد المسلمين في سويسرا في تزايد يعني إحنا عندنا في سنة 1970 كان عدد المسلمين في سويسرا 16 ألف في سنة 1980 تضاعف العدد إلى 56 ألف في سنة 1990 قفز العدد إلى 152 ألف والتقديرات الآن تتراوح ما بين 350 ألف 400 ألف مسلمين طيب يعني كيف يفسر تزايد أزايد عدد المسلمين في سويسرا كيف تعتقد أن المسلمين كيف تعتقد أن المسلمين في سويسرا لأن المسلمين في سبيل المسلمين في سويسرا اللي هو بيتحدث عليهم فوق الستين دون ما تركوا سويسرا وفي عائلات لازالت تهاجر إلى سويسرا بالإضافة إلا في سويسريين كتير بيتحولوا إلى الدين الإسلامي لكن هو لا يتحدث عن عدد ولكن يتحدث على كيفية أو تطبيق أو فهم صحيح للإسلام جميل سنعود إلى هذا الحوار بعد أن تلقى هذا الاتصال الهاتفي من نجم لامع من نجم ذي ألق من نجوم قناة الرحمة وفضيلة الشيخ أيمن صيدح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك شيخ أيمن الله يا حبيب ويبارك فيك وينفع الأمة بك يا أخي الحبيب آمين يا رب أولا تحياتي لأخي الحبيب أحمد فيكتور ومرحبا به في هذا النور وستاذنا الصادم محمد حسن